بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام وعلى أسرف المرسلين اليوم إن شاء الله هل نشوف آخر لكتشار من الشافتر فايف اللي هو لكتشار سيكس نشوف فيه اللي هو الفاندينج الليميتس كيف نحدد النهايات طبعا نستخدم الفانكشن الليميتس اللي الفانكشن E لما X لما V go to A نهاية E لما V تنتهي إلى A أشوف مثال نهاية هذه الفانكشن كلها اللي حسميها هنا E طبعا كل اللي فوق لازم يكون في قوس صح؟ هذه عارفينها من شابتر 1 لما H لما H go to 0 لما H لاحظ لنهاية هذه الفانكشن E لما H مش X لما H go to 0 حيطيني النتيجة هي كو ساين معروف لأن هذه هي مشتقة ساين شوف هذه كمان هذه الفانكشن E عندنا هنا ساين A X أوفر X ساين A X أوفر X طبعا A وال X لازم يكونوا الاثنين في السيمبوليك فاريابل ونهاية E اللي هي هذه كلها لما X go to 0 لما X go to 0 النهاية ستكون A معروف لكن لاحظ لو جيت وما عطيته لو جيت وعطيت بس Limit E لو جيت بس قلت له أعطيني Limit X E بس كده بدون معطي هيا شيء آخر أيش اللي راح يسوي راح يعتبر انه X go to 0 معناه هنا لو حطيت كده أو حطيت كده نفس الشيء بس لأنه هنا طالب لك النهاية لما X go to 0 ناخذ النهاية لما X go to infinity 1 على X نحن نعرف انه لما تروح زايد ما لا نهاية نعرف انه هنا زايد ما لا نهاية صح؟ هنا نقص ما لا نهاية لما X go to infinity نحن قربنا من إيش؟ قربنا من الصفر هنا قربنا من الصفر فالنتيجة نعرف انها ستكون نهاية هي الصفر إذن E تساوي 1 على X 1 على X لما X go to infinity ما لا نهاية ممكن تحط هنا زايد يعني لنفسها النتيجة معروف انها ستنتهي إلى الصفر ما لا نهاية نفسها minus infinity نتيجة الصفر بس أضفنا هنا الإشارة minus infinity لازم أحط له minus طب مرات يكون عندي النهاية عند اليمين أو عند اليسار لما تكون الفنكشن اللي كانت عندي من شوية هذه الفنكشن اللي ما تكون كده وهنا كده أنا هنا عندي الصفر هذا يمين الصفر وهذا يصار الصفر ف لازم تحط له هنا left أو right بالنسبة لما يكون عندي left لاحظ هنا نحن هنا عندنا النهاية هنا حط له لما X go to 0 وهذا كنت تسويها المرة الماضية لكن لا أنا بديها عند الصفر من اليسار يعني وين الصفر الصفر هنا اليسار تبعه فين هنا معناها هنا نحن نحن تنتهي عندنا لإيش تنتهي عندنا لما لناقص ما لا نهاية هذه نفسها ماينس infinity إنفينيتي زي ما قلنا لما تكون عند اليمين نحط له بس right لما V go to A لكن من اليمين نحط له مباسرة هنا right نحن قصدنا بها طبعا أنه هنا لما عند الصفر عنده هنا يمين الصفر لما X قريبة من الصفر من اليمين وين تكون Y تكون زايد ما لا نهاية تكون قيمتها كبيرة جدا إذن تكون النتجة زايد ما لا نهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته